حوار الليلة مع مهندد الخطيب أهل حادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي السابع بتوقيت جرينج حوار الليلة من سكاينيوز عربية ونتابع فيه منظمة الأسلحة الكيموية تؤكد نقل الجزء الأكبر من السلاح الكيموي السوري لكن دمشق لا تزال تمتلك جزءا منه رغم انتهاء المهلة التي حددها مجلس لام صورة تبدو وردية تلك التي رسمتها منظمة حضر الأسلحة الكيموية لتعاون دمشق معها معظم مخزون السلاح الكيموي السوري تم نقله إلى الخارج لكن المهلة لهذا النقل انتهت اليوم ولا تزال هناك كميات من هذا المخزون في المستودعات أمر يرده الطرفان لصعوبة الوضع الأمني على الأرض لكن التستأولات تبقى حول قدرة دمشق على الوفاء بالتزاماتها بالكامل نتابع أيضا في الجزء الثاني من حوار الليلة الاعتراف بإسرائيل والمحرقة اليهودية رسائل متعددة يوجهها محمود عباس للداخل والخارج فهل تصمد في ظلها المصالحة مع حماس منذ يومين ازدادت وطيرة التصريحات التي يطلقها الرئيس الفلسطيني تصريحات يحار المرء في معرفة هوية المعني بها بعضها موجه للداخل وخاصة إلى حماس الاعتراف لدولة إسرائيل وبكل الاتفاقيات الموقعة معها وبعضها للخارج والإسرائيليين بشكل خاص من خلال الإقرار ببشاعة المحرقة اليهودية وإن كانت الجهة التي يوجه لها عباس هذه الرسائل فإن البعض يتساءل إن كانت مثل هذه المواقف ستضر بالمصالحة مع حماس التخلص من الكيماوي السوري مهمة لم تكتمل رغم انقضاء الفترة المحددة موضوع الجزء الأول من حوارنا لهذه الليلة أرحب من جديد بضيفينا معنا من بيروت عميد كلية العلوم في جامعة رفيق الحريري البروفيسور محمد الشيخلي معنا أيضا من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي العميد زاهر الساكت أذكركم أن بإمكانكم أيضا أن تشاركوا معنا في هذا الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعين تويتر وفيسبوك مرحبا بضيفيس أبدأ معك بروفيسور شيخلي مساء الخير بداية تصريحات حقيقة إيجابية جدا أدلت بها رئيسة فريق التفتيش أو فريق التخلص من الأسلحة الكيموية السورية سيغريت كاغ كيف تقرأ هذه التصريحات خاصة وأن الموعد انتهى اليوم ولكن الكمية المتبقية من الكيموية السورية يعني 7 إلى 8% هل برأيك هذا بالفعل تطور إيجابي كما قالت سيدة كاغ بحسب التصريح الواضح من السيدة سيفريت كاغ التي هي رئيسة البعثة المشتركة لمنظمة حضر الأسلحة الكيموية وبدون شك هي اللي عليها المعول في إعطاء وجهة نظر أقرب ما تكون إلى الواقع اليوم هو اليوم النهائي يفترض لتسليم كامل عتاد الكيميائي الذي أعلن عنه والذي تمتلكه القوات السورية إلا أن لأسباب قد ذكرت في الماضي ومنها الوضع المتفجر في البلد والعملية الطويلة لنقل هذه العناصر الكيميائية من أماكن خزنها وتصنيعها إلى المرافق الإسلوب الطويل وغير التقليدي في عملية النقل والتخلص كان أيضا له أثر كبير إضافة إلى الوضع الحربي وهذا أدى وأنا أعتقد هذا إنجاز ليس باليسير أنه 92.5% من كامل العتاد ينقل بالطريقة المطولة والصعبة والسيناريو الكبير بهذا الوقت والمتبقي الذي هو أقل من 8% بالحقيقة أيضا يفترض أنه تحت السيطرة لأنه بتاريخ 30 أكتوبر من العام الماضي أعلن أنه كل المخازن والمصانع التي تحتوي على عتاد حربي من النوع الكيميائي قد أغلقت بالشمع الأحمر بمعنى أنه ليس هناك نعم ولكن ما زال هناك 12 منشأة لم يدخلها فريق التفتيش سأود لأسألك عن هذا الموضوع بعد قليل ولكن دعني أنتقل إلى عمان مع ضيفنا من هناك العميد زهر الساكت الخبير العسكري والاستراتيجي مساء الخير عميد الساكت مرحبا بك معنا السيدة كاغ أيضا قالت أن غالبية منشآت تخزين السلاح الكيميائية مغلقة وهي تعد أقطاب كبرى في أي برنامج سلاح كيماوي وأنه تم إحراز تقدم كبير في الإغلاق التام لمنشآت الإنتاج وهذا إنجاز هام تم تحقيقه الأهم ربما فيما قالته السيدة كاغ قالت أن أي من هذه الجهود ما كان ليكون لولا التعاون البناء للسلطات السورية والدعم الدولي الكبير الذي تلقيناه من قبل عدد كبير من الدول إذن بحسب قول السيدة كاغ الحكومة السورية أوفت في الجزء الأكبر الغالبية الصاحقة من التزاماتها أوفت بها هل هذا يعزز موقع النظام السوري فيما يتعلق بهذا الملف تحديدا؟ يسعد مساكن ومسأل المشاهدين جميعا والأخ الدكتور البروفيسور أخي الكريم أريد أن أقول شيء واحد وهو شيء أساسي المنظمة يعني ليس مهمتها هي جمع مهمتها أمنية بل هي مهمتها كان جمع التقارير المخابراتية لما يقدمه النظام من ورقة بما يمتلك من الأسلحة الكيميائية فقدم هذا النظام وقدمت المخابرات الروسية وقدمت جميع الدول إنما يمتلك النظام 1300 حتما ليس من المنظمة أنت تكذب أو أنت تراوغ 1300 طن نعم أنت تكذب أو أنت تراوغ هم قبلوا بالحد الأدنى لتشجيعه على عملية استجرار الكيميائي خارج البلاد اليوم نحن نقول أنه يملك 3000 طن ما هي الأدلة على ذلك؟ ما هي الأدلة على ذلك؟ 92% ونحن نقول معاش أولا نحن ذكرنا سابقا على شاشاتكم الكريمة أن الأسلحة الكيميائية يعني مصنفة به أو مخزنة في سلاسة أنواع منها الرؤوس الصواريخ ومنها القذاف المدفعية ومنها الحواظل ومنها المواد السام السائل المخزن في براميل ومنها أيضا ما هي المواد الأولية لتصنيع الأسلحة الكيميائية ما قدمه النظام اليوم ورأيناه كلنا أنه قدم المواد السام السائلة وبعض المواد الأولية أما رؤوس الصواريخ وقذاف المدفعية لم يتم إتلافها اليوم المنشآت للمواد كيميائية لا يا أخي الكريم يوجد رؤوس صواريخ تقليدية ويوجد رؤوس صواريخ ممتلئة بالأسلحة الكيميائية المعدة مسبقا لأجل نقلها إلى الأهداف اليوم نحن نتكلم عن المغزوم من الرؤوس الصواريخ والقذاف المدفعية إضافة إلى بعض المواد الأولية التي حصل عليها من دول أوروبية كألمانيا اليوم ما يزال المعامل لم تدمر بالكامل 15-3 كان من المفترض أن تدمر كافة ألالة التشغيلية اليوم لا تزال هناك تشغيل أو إعادة صناعة المواد الكيميائية اليوم المنظمة حينما دخلت وأرسلت لجنتها للتحقيق في 21-8 لم يتم إدانة النظام لأنها دخلت بناها على شرط عدم إدانة النظام هذا الأولى اليوم مادة تكلور تقول أنها ليس مشمولة في الملف الكيميائي أو في المواد التي يتم السجارة في حال بس توسمح لا سمحت لي هذه اللجنة ليس من ضمن تفويضها ليس من ضمن مهامها إدانة أو عدم إدانة النظام لديها عمل محدد تقوم به وهو مساعدة الحكومة السورية على التخلص من الترسانة النووية بحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه يا أخي الكريم المنظمة اليوم هي التي شكلت اللجنة لأجل التحقيق في الكيميائي بـ 21 اليوم الكلور اليوم الكلور أو مادة الكلورين السي الاتنين التي فعلا هي مادة تستخدم للتنظيفات في المواد المنظفة ولكن في حال استخدامها على القوى البشرية والسكال المدنيين يعتبر إدانة وقد ذكرت أنه في عام 2004 تعرضت القوات الأمريكية في العراق لمادة الكلورين واعتبرت من المواد المحرمة دوليا ومن المهام هذه المنظمة أن تعلم أن تعرف ما هي المواد المحرمة دوليا ومحرمة استخدامها على السكال المدنيين اليوم النظام يراوغ اليوم نجد المخابرات العالم تقول لا يزال النظام لديه أسلحة مخبئة كيميائية في أماكن محددة ونحن أذكركم في ليبيا عندما سلم مكافة الأسلحة كيميائية وجدوا عنده 40 طن مخبئة ومنه وسلم بإرادته واليوم سلم النظام واعترف النظام تحت القوة وتهرب من الضربة الكات المفروضة من الضربات التأديبية والجراحية نتيجة تجاوز الخطوط الحمراء في 21-28 اليوم يا أخي الكريم المنظمة من أهم مبادئها هي معرفة الأسلحة الكيميائية التي تؤدي إلى بادة البشر اليوم مادة كيلورين أدت هناك وفيات طيب سأعود لك عميد ساكت اليوم كافة أدلة واضحة لأنها مادة الكيلورين كما تعلم لم تكن مشمولة ضمن الاتفاقية التي تم بمجيبة التخلص من هذا السلاح ولكن الآن هناك حديث من السيدة كاك ومن غيرها من الخبراء على أنه ربما من الضروري أيضا أن نشمل هذه المادة ضمن القائمة التي قدمت في السابق ولكن دعني أعود إلى الدكتور الشيخ لماذا رأيك دكتور الشيخ في مقاله العميد الساكت بأن هناك ما يزال مخزون موجود هناك رؤوس تحمل هذا السلاح الكيماوي هناك قذائف مدفعية وهناك منشآت ومعامل ربما اللجنة لا تعلم عنها مع احترامي إلى الرأي الذي طرحه السيد العميد أنا بالحقيقة موجود هنا لأجيب على الأسئلة العلمية والتقنية ليس لدي أي تقارير سرية أو مخابراتية أو تتعلق بمفاهيم أنا بالحقيقة بعيد عنها ولا أشاء أن أدخل في حوار ولا أتمترس إلى جهة دون أخرى أنا أقول أن الثمانية بالمئة التي أعلن عنها أنه لا تزال متبقية من السلاح الكيميائي أو العتاد الكيميائي لأكون دقيقا هي ما أعلن عنه رسميا وعلى لسان ممثلة منظمة مشتركة مقبولة دوليا نعم ولكن دكتور شيخلي هذه الكمية التي نتحدث عنها هي بناء على ما قدمت الحكومة السورية إلى هذه اللجنة أنه عندنا 1300 طن من المواد الكيميائية تفضلوا تخلصوا منها تخلصوا من 92% بقي 8% ما الذي يضمن أنه ليس هناك محزون آخر غير معلوم النقطة التي أريد أن أتحدث عنها أنه أنا أتفق مع سيد العميد أنه السلاح الكيميائي ممكن أن يكون مخزن وممكن أن يكون معبأ في وسائل لإيصال إلى الأهداف السلاح المخزن عادة يكون بشكل عناصر أولية منفردة بمعنى أنه ليس لها أي تأثير ضار ما لم تمزج مع بعضها وهذه العناصر بالحقيقة يسهل التخلص من هذا يعني حتى لو خزنت في برامير سواء كانت بحالة سائلة وقسم منها حتى تكون بحالة غير سائلة يعني شبه غازية أو تكون حتى صليبة في كل الأحوال هذه العناصر يبدو أنه التعامل بالدرجة الأولى حصل معها لأنها هي الأساس وهي الأسهل للتخلص بالنسبة إلى العناصر المعبأة في حاويات جاهزة للإطلاق سواء كانت بصواريخ أو بشكل قنابل تلقى من الطائرات أو حتى بشكل حاويات هذه العدد أو هذه الوسائل يعني الآن تحولت من ذخار إلى أسلحة هذا يصعب التخلص منها بالطرق التقليدية يجب أن تعامل أكثر من معاملة لكي نحصل على المادة أو العناصر الأساسية للغاز الكيميائي أو للعتاد الكيميائي ومن ثم التخلص منه فأنا أشترك مع الأخ المحاور أنه هناك صعوبة فعلا في التخلص من السلاح أو العتاد الكيميائي عندما يكون معبان إلا أنه أنا لست واثقا ولا أعرف بالتفصيل أنه ما جرى التخلص منه هو كان فقط العناصر المخزنة وهذه العناصر عادة كما أسلفت أنها ليس لها تأثير لواحدها إلا أن تمزج هذه النقطة بالحقيقة يجب الإشارة إليها أما الثمانية بالمئة المتبقية أما الثمانية بالمئة الثمانية بالمئة المتبقية من أصل ألف طن بدون شك تشكل كمية ممكن أن يكون لها تأثير إذا ما أبيح استخدامها إلا أنها كما يبدو من خلال التقارير العالمية ومن خلال ما نسمعه بالإذاعات ومن وسائل الإعلام أنه هناك رصد لاستخدام أي مادة كيميائية من قبل منظمات دولية على الجانب السوري نأتي إلى موضوع الكلور إذا كان خلينا نعود إلى موضوع الكلور بعد شوي إذا سمحت لي دكتور شيخ لأعود إلى العميد الساكت فيما تعلق بالرقم الذي طرحه قبل قليل الكمية أنت تتحدث عن ثلاثة ألاف طن متري من المواد الكيموية هذا أكثر من الضعف من ضعف الكمية التي يوضع على تدميرها الآن ألف طن العميد الساكت تحدث عن ثلاثة ألاف صحيح إذا كنت غلطان لا التقارير التي قدمت تقدموا بألف طن ألف وثلاثمية بالتحديد بروفيسور شيخ لي ولكن دعني أنتقل إلى العميد الساكت لأنه ذكر رقم ثلاثة ألاف من أين حصلت على هذا الرقم مرة أخرى عميد الساكت وإذا كانت هذه المعلومات متوفرة لديك لماذا ليست متوفرة لأجهزة الاستخبارات العالمية الأساسية على الأقل أنا أخي الكريم أعتقد أن المخابرات العالمية تعلم أن هذا الرقم صحيح ولديها كافة الإمكانيات الحصول على هذه المعلومات والوحدات المسؤولة عن الحراسة ونقل وتخزين هذه التابعة للمخابرات الجوية تعلم بدقة ما يمتلك هذا النظام ولكن تريد استجرار هذا النظام وحتى تشجيعه على تسليم الكيموي وفق لقرار 2018 وأنا أعتقد اليوم أن عند اتهام الجزء المخابرات العالمية أن النظام ما زال يقب يفهم منها شيئين أساسيين الشيء الأساسي الأول هو إما كسلبي إما لإطالة عمر النظام من أجل مراوغته في المزيد من المراوغة كأنه كان من المفترض أن تخرج كافة الأسطحة الكيمائية في 31-12-2013 ثم نقل التاريخ إلى 5 شباط ثم إلى 30 آزار ثم إلى 30 نيسان وكان مفترض اليوم أن تكون كافة الأسطحة الكيمائية التي خرجت 700 طن من الأسطحة ذات التأثير العصبي بأنثال الغازات السرين والـ VX كما يتكلم الأخ البروفيسور الـ VX هو الذي تكون فيه عناصر الأولية بما يسمى السلاح المزدوج كل مادة الحالة لا تؤثر إلا عند خلطها بمزيج و 500 طن من العناصر من الدرجة التالية من الموادسة الخانقة والمسممة العامة اليوم يا أخي الكريم يستفاد من هذا الكلام تلق في شيء أساسيين أما الشيء الأساسي أننا لديها معلومات استخبارية وهي دقيقة وتعلم كل ما نقوله أنه يوجد لدي هذا النظام 3000 طن وكانت تشجعه على سعب هذه المادة أو لتأخير أو مراوغة النظام بعدم تسليمه كونكم تتهموننا سوف نطيل سوف لا نعطيكم أخي الكريم لا يريد إخراج الأسلحة الكيمائية لنزيد من الوقت للمراوغة والتسويف لإطالة عمر أمدو في المنصب لزيادة التدمير في سوريا لأنه كون أنه يوجد مقياس لأجل تدمير سوريا حتى ينتهي دور هذا النظام أخي الكريم اليوم نحن أمام مصداقية المجتمع الدولي مع الدماء اليوم القرار 2018 اقتزل لمأساة الشعب السوري الكامل على المجتمع الدولي أن يرجع بناء الثقب مع الشعب السوري الذي فقدها في المجتمع الدولي الذي فقدها في كل المجتمعات التي يزعوا له حتى في المجتمعات الإنسانية أخي الكريم هذا الجانب السياسي بما أنه عفوا بمادة الكيلور اليوم الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقدم بعد أن تتبين الحقائق لديها الواسطة الطيران التي رمت البرميل المتفجر في المخابر السرية التي جهز فيها مادة الكيلورين التي استخدمت من الصين إلى إيران إلى سوريا اثنين مع رأس المتفجر اليوم سوف يكتشفون من خلال الحوامات التي سقطت البرميل يا عميد عميد سيكت واشنطن لغاية اليوم تقول ليس هناك ستقدم إلى مجلس الأمن واشنطن لغاية اليوم تقول ليس هناك أدلة على أن النظام استخدم مادة الكيلور في الأحداث الأخيرة التي جرت في تلمنس وفي مناطق أخرى يعني حتى واشنطن تقول ليس لدينا إثبات على ذلك يا أخي أين يأتي الإثبات يأتي الإثبات من خلال اللجنة تقوم بها المنظمة اليوم المنظمة تقول نحن سنشكل لجنة من أجل التحقيق ولكن نريد الحصول على موافقة من النظام السوري وإضافة أن تدخل معنا منظمة من حقوق الإنسان اليوم عندما ستدخل سوف تكتشف الحوامل التي رمت لبرميل قزائف البرميل المتواجدة عدد الشهداء المصابين الأطباء الذين عالجوا المصابين كل الأدلة دامقة وسوف يقدم إلى مجلس الأمن وسوف يتخذ الروس النظام الحق الفيتو والصين كمان أيضا حق الفيتو ولكن سيكون هناك تحت البد السابع لهذا النظام عند إخراجه الكيموي تأكد سوف يخرج النظام صغيرا الأسحة الكيميائية شاءا وأن أبى بالأخير وستكون هناك ضربات تأديبية لإبادة لإبادة الشعب السوري مدوليا واستخدم الكلورين على الشعب وهناك إطابات وهناك أدلة وهناك عينات سوف يثبتون ذلك طيب بروفسور شيخ لمادة الكلور التي قيل أنها استخدمت في الأوين الأخيرة في عدد من المناطق السورية يعني طبعا الأثر الضرر الذي تلحق هذه المادة ليس بنفس الحجم الذي تلحق المواد الأخرى ولكن هذه المادة ما زالت متوفرة وبالإمكان الحصول عليها في الأسواق سواء مبيدات حشرية أو أي مواد تانية متوفرة في السوق والأدوية برأيك لماذا لم تدرج هذه المادة في الاتفاقية وهل يمكن الآن إدراجها كما يقول البعض بالحقيقة التعريف السلاح ذو التأثير الشمولي أو الكبير له خصوصية أن نقول أن هذا السلاح ذو التأثير شامل أنه يستطيع أن يؤثر على عدد كبير جدا من الناس بفترة وجيزة أو فترة محددة من الزمن لذلك المعظم الأسلحة الكيميائية أو النووية والجلثومية اعتبرت من هذا النوع لأنه تحقق هذا المراد لا سيما المقصود هو الإنسان في بعض المواد الكيميائية لم تدرج بالحقيقة كوسائل حربية وهذه منذ معاهدة كاج في سنة 1924 أو 1925 اعتبرت كل القذائف التي تحمل بمواد كيميائية تستطيع إيصالها إلى أهداف وتنفجر لإيصال هذا الغاز أو المادة اعتبرت هذه سلاح كيميائي أما إذا كانت تعبأ في عبوات أو بروجيكت غايلز وترمى أو تفتح فهذه لا تعد بحسب تلك المعاهدة سلاح كيميائي وهذا بالحقيقة خطأ كبير جدا استفادت منه ألمانيا في حينها وعدت أكثر من 186 طن من الكلور وجمعته بالحقيقة من الصناعات الكيميائية وصناعات الأسمدة وقصد المواد المعفرة وإلى آخره أعدت منه 5000 عبوة فتحتها على خطوط الحلفاء وأثرت فيها تأثير كبير جدا والسبب أن الكلور لا يعد وبالحقيقة عندما عتبت ألمانيا على استخدامها لسلاح كيميائي قالت أنه هذا لا يندرج من الاتفاقية كاج لأنه ليس بسلاح كيميائي باعتباره لا يعبأ بقنابل ويرمى من مسافات ممكن تخليه في عبوة صغيرة في داخل قنينة وتفتحها بشكل أو آخر فتعفر منطقة يتأثر من عندها البنكرز أو الخطوط الأمامية للعدام وفعلا يمكن قبل فترة قصيرة جدا كان أحد العمال في مصر قد اشترى قنينة من الكلورين وكان يعتقد أنها فارغة من الخردة وكان يحاول أن يقصها بمنشار تسبب بتسرب هذا الغاز كان هو أول المتأثرين به وعدد كبير جدا من الناس الذين تنشقوا الغاز المشكلة بروفيسور أن هذه المادة كما تفضلت هذه المادة متوفرة في الأسواق بشكل كبير وبشكل سهل ولها استخدامات كبيرة من تنقية المياه إلى المبيدات الحشرية إلى الأدوية إلى كل هذه الأمور وبالتالي ربما من الصعب ضبط هذه المادة وضبط تداولها في الأسواق دعني إذا سمحت لي بروفيسور وأستاذ العميد الساكت أن أقرأ بعض المشاركات التي وردت من المشاهدين عبد الرحمن العبد يقول دمشق تحتفظ ببعض الأسلحة الكيموية انتظارا للدعم الأمريكي لإنقاذ النظام بحجة حماية الأقليات علي عبد العزيز يقول دمشق تريد المماطلة وكسب الوقت في محاولة لإثبات أن النظام قوي هيثم علي يقول الأسد يبحث عن خروج آمن أيمن العمادي الوعود التي قدمتها الدول الكبرى لم تكتمل ومن حق دمشق الاحتفاظ لبعض الأسلحة جبريل محمد يقول دمشق تماطل من أجل تحسين موقفها على الأرض والمجتمع الدولي لن يفعل شيئا ضد سوريا أعود إليك عميد الساكت في دقيقة أو أقل هل برأيك سيخرج النظام على الأقل من هذه الجولة الكيموية منتصرا أو على الأقل محققا لما التزم به بدي أحكي كمتين في عام 1919 استخدموا الألمان على القوات الفرنسية والبريطانية وأدت نتيجته إلى 30 ألف إصابة والنازي الأول هتلر كمان استخدمه وأدت إلى إصابات في نهر الإبيرو واليوم النازي الثاني هو بشار الأسد اليوم الأسد يمكن أن يراوخ لفترة معينة لأجل إطالة الأمد لأجل المزيد من الدمار والمزيد من تدمير البنية التحتية والمزيد من القتل من أهلنا في سوريا والمزيد من التدمير البنى بالكامل ولكن بالأخير سوف يخرج خاصرا وسوف يعرض على مجلس الأمن وسوف يتكون أنا حسب ما أتوقع أن هناك إداني كاملة ويقدم كمجرمي حرب بشار الأسد وستكون هناك ضربات تأتيبية تحت الفصل السابع دون عودة إلى المجلس الأمن ولو كان هناك حق ناقد فيتو لأنه كون بشار الأسد انتهى دوره وانتهى الخط المرسوم له من المجتمع الدولي شكرا لك العميد شكرا لك العميد زهر الساكت الخبير العسكري والاستراتيجي كان معنا من عمان وشكرا لضيفنا من بيروت البروفيسور محمد الشيخلي عميد كلية العلوم في جامعة رفيق الحريري رسائل عباس المتعددة هل تصمد أمامها المصالحة الفلسطينية موضوع الجزء الثاني من حوارنا لهذه الليلة أرحب من جديد بضيفينا معنا من رمالة الكاتب والباحث السياسي خليل شهين ومعنا من غزة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة الدكتور عدنان أبو عامر أذكركم أيضا أن بإمكانكم أن تشاركوا معنا في هذا الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعينا تويتر وفيسبوك مرحبا بضيفي سأبدأ معك أستاذ خليل مساء الخير بداية التصريحات التي أطلقها الرئيس محمود عباس على مدى اليومين الماضيين على الأقل تصريحات لافتة تصريحات فيها رسائل موجهة لجهات داخلية جهات خارجية برأيك ما الذي يقصده الرئيس عباس عندما يطرح كل هذه الموضوعات خاصة الموضوع اللافت اليوم مسألة المحرقة اليهودية الرئيس عباس يحاول أن يوجه رسائل واضحة بأن الحكومة القادمة هي حكومة تتبع برنامج الرئيس وتنفذه وتأتمر بأوامر الرئيس كما ذكر في خطابه أمام المجلس المركزي الفلسطين وهو بذلك يحاول أن يخفف الضغوط الخارجية التي يمكن أن تمارس على حكومة التوافق الوطني حين يتم تشكيلها وخصوصا أن موضوع البرنامج السياسي وهو القضية الخلافية الأساسية التي كانت ولا تزال تلعب دورا أساسيا في إعاقة التوصل إلى مصالحة حقيقية هو القضية التي غابت عن الاتفاق المصالحة منذ اتفاق القاهرة وصولا إلى إعلان غزة الأخير ولذلك فإن الرئيس يجد نفسه متحررا من الضغوط الداخلية على الأقل في الإعلان عن برنامجه في حين تتخذ حماس موقف غض الطرف عن التصريحات التي يتخذها يصرح بها الرئيس عباس بذلك أعتقد أن هذه المحاولة من قبل الرئيس عباس على الأقل تستهدف محاولة تخفيف الضغط الأمريكي وكذلك تأثير على الموقف الأوروبي للتعامل مع حكومة التوافق الوطني القادمة وفق برنامج الرئيس السياسي طيب دكتور عدنان أبو عامر مساء الخير مرحبا بك معنا ما رأيك هل بالفعل الرئيس أبو مازن يرى نفسه متحررا من الضغوط الداخلية في هذه المرحلة ولماذا تغض الطرف حماس عن هذه القضايا التي هي في جوهر خلافها مع السلطة مساء الخيرات أستاذ مهند لا شك أن هناك خيارات ضيقة الآن في الساحة الفلسطينية بين طرفي الخلاف والآن طرفي المصالحة فاتح حماس وبالتالي هناك توجه كما أرى وكما أسمع من داخل أرواق حماس بغض الطرف نسبيا عدم التدقيق في كل عبارة وعبارة يطلقها الرئيس فيما يتعلق ببرنامج السياسي رغبة من حماس كما يبدو بي تمرير المصالحة هذه المرة بدون التوقف عند كل فقرتين يتعلق ببرنامج السياسي والملف المتفجر دائما في المصالحات السابقة في الدوحة والقاهرة وصنعة ومكة ولذلك أرى أن قادمة أيام قد تشهد انفراجها نسبيا نعملها جميعا بين خلال إعلان أبو مازل لتأشير حكومة التوافق القادمة بموافقة حماس وترشيحها وتزكيتها للوزراء المتوقعين والموافقة عليهم رغبة أو وصولا إلى محاولة تمرير تسويق ترويج المحكومة إقليمية ودوليا للتخلص من أي ضغوط الإسرائيلية قادمة ومحاولة الخروج من وضع الفلسطين المأزوم داخلية من خلال حكومة متوافق تحضيرا لانتخابات برلمانية ورئاسية في نهاية العام الحالي أستاذ خليل هل تغاضي حماس عن هذه القضايا التي تعتبرها جوهرية طالما اعتبرتها جوهرية تقليديا هل هذا يمكن أن نصفه بأنه وضع هذه القضايا تحت السجادة إخفاءها على الأقل في المرحلة الحالية ولكن خطر أن تبرز وتنفجر وازال قائمة بتأكيد لذلك أعتقد أن قضية البرنامج السياسي الفلسطيني هي اللغم الأكبر في طريق المصالحة إضافة إلى قضايا أخرى وإشكاليات شابة إعلان غزة الأخير وتهدد أيضا بتفجير مصار المصالحة الفلسطينية أنا لست ممن يعتقد بأن هذا الاتفاق الأخير سيؤدي إلى مصالحة بما تعنيه فلسطينيا من إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بشكل موحد أي قيادة موحدة وبرنامج سياسي موحد وإطار تمثيل موحد أنا أعتقد أن هذه المصالحة في نهاية المطاف قد تقود إلى حكومة التوافق الوطني أشبه بحكومة برأسين رأس في الضفة الغربية ورأس في قطاع غزة من خلال نائبين لرئيس الحكومة أحدهم في الضفة لديه مؤسسات مدينية أي وزارات ومعها أجهزة أمنية في المقابل هناك رئيس حكومة في قطاع غزة لديه أيضا وزارات ولديه أيضا أجهزة أمنية مشكلة برنامج سياسي الهدف هو إيجاد حكومة مشتركة حكومة للجميع حكومة مركزية حكومة واحدة وليس حكومتين نعم ولكن الخشية أن تؤدي إلى ما يشبه حكومة كونفدرالية ما بين الطرفين هذا الاتفاق الأخير لم يحدد مهمات الحكومة وليس فقط لم يحدد برنامجها السياسي لدعني هنا أشير بجملة واحدة لأن موضوع البرنامج السياسي لا يتعلق فقط بموقف حركة حماس بل يتعلق أيضا بموقف الرئيس أي أن القضية لا تكمن فقط بالموقف من المفاوضات بل وكذلك الموقف من المقاومة وأي تصعيد إسرائيلي تجاه قطاع غزة قد يستدرج غدود فعل من فصائل فلسطينية بما في ذلك حماس أو حركة الجهاد الإسلامي أو أي من الفصائل المقاومة الأخرى قد يضع كل برنامج الحكومة والحكومة بنفسها تحتضغوط قد لا تحتملها خلال المرحلة المقبلة ولكن يبقى أن الإشكال الأساسي هو أننا لا نعرف حتى الآن إذا ما كانت الحكومة في حالة تشكيلها سوف تتولى مهمة إعادة هيكلة وتوحيد المؤسسات المدنية والأمنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة أم سوف تؤجل هذه القضية إلى ما بعد انتخابات إجراؤها ليس في متناول اليد على الأقل حتى الآن وفق الظروف المحلية والظروف الإقليمية والدولية لذلك قد نشهد انخراطا في عملية مصالحة وليس مصالحة حقيقية بما في ذلك إمكانية تشكيل حكومة ولكنها سوف تكون حكومة على أغلب الظن برأسين وبالتالي سوف تكون مشلولة ومعطلة خلال المرحلة القادمة ولا أستطيع أن أتخيل أن وزير داخلية مستقل يمكنه أن يشرف ويسير الأجهزة الأمنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وفق سياسة موحدة دكتور عدنان ما رأيك هل بالفعل هذا هو السيناريو الأوفر حظا المطروح حاليا حكومة برأسين يعني بقاء مؤسسات في الضفة وأخرى في غزة وتسير الأمور يعني نوع من الهدنة المرحلية على الأقل لتسير الأمور شوف أسئلتك عزيزة مهند دولة الأستاذ خليل تجعل كثير من المواطنين الآن يتوقفون عند المثل الشعبي القائل ذهبت السكرة وجاءت الفكرة واضح أن توقيع اتفاق المصالحة الأربعاء الماضي كان تحت ضغط شعبي غير عادي مسبوق بدلوة وصول الجانبين إلى هذه المصالحة وكان هناك رغبة من الجانبين بغض الطرف والقفز عن كثير من القضايا التفصيلية الخلافية كهذه الحكومة الأجهزة الأمنية المقاومة تنسيق الأمني سلاح القسام وكل هذه العلاقة مع إسرائيل ولذلك جاء التوقيع بباشرة بهذا الموضوع العام الخطاب الفضفاض الذي حمال أوجه انصاح التعبير ويقبل كل التأويلات ويرضي حمال سفتح على حد سواء الآن إذا ما قرر الرئيس بدأ في مشاورة تشكيل حكومة وهذا ما سيحصل خلال أيام القادمة وتم إعلان الحكومة مسألة الحكومة برأسين ليس بالضرورة مسألة لها بعد سلبي أو بعد ناقص ولكن له علاقة بالجغرافة السياسية القائمة بين الضفة وغزة من الطبيعة أن يكون هناك رئيس حكومة في الضفة له نائب في غزة والضفة كما جارت العادة لكن الإشكال متعلق بالإجراءات الميدانية موضوع السلاح موضوع علاقة مع إسرائيل التصعيد التبادل التنسيق الأمني لكن الإجراء الإداري بين وكيل وزارة ومدير عام وزارة في غزة ورمالله هذا الأمر كان معمول بأيام الرئيس الراحة عرفات ولذلك ليس هناك مشكلة الإشكال الآن السماس الماضية ستطلعت أن تزوج بعشرات ألاف من موظفيها وعناصرها في الوزارات الحكومية وإجهزة الإدارية في السلطة في غزة كيف سيكون تعامل السلطة الفلسطينية رسميا مع هؤلاء الموظفين كيف ستكون تعامل إتحاد أوروبي هل إتحاد أوروبي سيقبض أموال لعناصر حماس هذا السؤال كيف سيكون تعامل الإجراءات الإدارية في داخل هذه الوزارات السؤال إذا ما قررت إسرائيل تصعيد ما وهو متوقع في غزة وقررت حماس الرد عليه عسكريا هل سيتبنى أبو مازن موقف حماس العسكري أم سيودين بين قوسين الإرهاب والعنف هذا أمر آخر النقطة الأهم الآن في داخل قطاع غزة وأنتكلم معك الآن والشارع الفلسطيني شبه تقريبا قلق حذر خائف هل ستنعكس المصالح إجمالا على الأوضاع المعيشية الضغط في غزة المأزومة انقطاع الرواتب حصار معبرفح إغلاق الأنفاق عدم موجود عمل نهائيا هذه أسئلة مطروحة كبيرة جدا والفلسطينيون الواضح أنهم رفعوا السقف عاليا عاليا في موضوع المصالحة أرجو أن تكون توقعات كما لكن كما تعلمنا دائما ليس بالأمنيات وحدها يحيى الإنسان وهناك كثير من العقبات القائمة لكن أعتقد أن هذه المرحلة طالما أن هناك أزمة في حماس ضاغطة أطلميا ومحليا وأزمة السلطة مع إسرائيل ومجتمع الدول في مضوع المفاوضات يمكن أن تكون لهذه الأزمات المشتركة عامل ضاغط على الجانبين للتجاوز كثير من الإشكاليات المتوقعة والقائمة في قادمة أيام المشكلة أستاذ خليل كما يقول البعض أنه اليوم السلطة تجد نفسها أمام مفاوضات واجهة طريق مزدود مع إسرائيل وبالتالي هذا عامل أساسي لعب كما يقول البعض في تحقيق المصالحة في هذه الفترة من الطرف الآخر حماس تجد نفسها في وضع إقليمي يعني ليس لصالحها خاصة ما جرى للإخوان المسلمين سواء في مصر أو في مناطق أخرى وبالتالي هذه العوامل السلبية إذا جازت تعبير من وجهة نظر كل طرف هي التي حملت هذين الطرفين على الدخول في هذه الصيغة ما رأيك في ذلك نعم أنا أعتقد أن الظرف الذي يعيشه كل من الطرفين أدى إلى الإقدام على مثل هذه الخطوة وخصوصا أن حركة فتح تعتقد بأن هذا التعصر في العملية التفاوضية يتيح إمكانية الاستقواء بعدد من الأوراق الداخلية وربما أيضا ترتيب البيت الفلسطيني من خلال إطلاق عملية مصالحة في المقابل فإن حركة حماس باتت تدرك بأنه لا يمكن ترميم العلاقة مع مصر بينما في ظل التوتر القائم وإغلاق معبر رفع بدون أن تنضوي حركة حماس في إطار ما يسمى الشرعية الفلسطينية وضمن حكومة واحدة وخصوصا أن الموقف المصري الذي أبلغ لحركة حماس واضح وهو رفض التعامل مع حركة حماس كحكومة ولكن الاستعداد للتعامل معها كحركة سياسية وطنية فلسطينية في إطار نظام سياسي فلسطيني موحد وهو الأمر الذي قد يخفف الضغوط التي تعيشها حركة حماس ويعيشها معها أيضا الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ولذلك فإن استغلال مثل هذه الظروف بالمعنى الإيجابي رغم أنها كما ذكرت وظروف سلبية يقتضي الاستمرار بتحصين هذا الاتفاق وتطوير مضمون اتفاق المصالحة الأخير ليشمل البرنامج السياسي إعادة بناء وتوحيد المؤسسات المشتركة في الضغفة الغربية وقطاع غزة سواء كانت مدنية أو أمنية إضافة إلى البدء من النقطة التي يفترض البدء فيها وليس تأجيلها وهي إعادة بناء التمثيل الوطني الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها مرجعية القرار الوطني ومرجعية التمثيل السياسي يبقى هنا أن أشير إلى أنه أيضا هناك ما وراء ما نراه في العلن بشأن الإقدام على المصالحة من الواضح أن هناك لدى الرئيس عباس ما يشبه المقايضة أو المعادلة الجديدة وهذه المعادلة هي ربما الامتناع عن التوجه إلى المؤسسات الدولية مقابل أن يترك له الأمر فيما يتعلق بترتيب البضع الداخلي في فلسطين أي تعقيق المصالحة أنه شهدنا تعهدا فلسطينيا بإطلاق صراح الأسرة مقابل التعهد بعدم التوجه نحو الأمم المتحدة ومؤسساتها يبدو أن المعادلة الجديدة هي توقف في المفاوضات يتم من خلاله امتناع فلسطينيا عن التوجه نحو الأمم المتحدة مقابل السماح أو بتمرير موضوع المصالحة الفلسطينية على الأقل أوروبيا وأمريكيا دعونا نشرك بعض المداخلات أو المساهمات من الأسادة المشاهدين خالد البرقاوي يقول طالما أن إسرائيل وأمريكا عرضتاء المصالحة الفلسطينية فهي في صالح الفلسطينيين نوافل علي يقول حماس ستقبل بأي شيء في المرحلة المقبلة خاصة بعد انحسار دور الإخوان في المنطقة فوزي العربي يقول عباس أصر على المصالحة ليس لتوحيد الفلسطينيين ولكن لإغاظة إسرائيل خالد طه الكباشي يقول لماذا يتم حصر القضية الفلسطينية في فتح وحماس كنان علي يقول هل تتلقى الفصائل الفلسطينية الأوامر من الخارج سواء في الخلاف أو المصالحة دكتور عدنان ما رأيك في هذا التعليق الأخير هل هناك عامل خارجي يلعب في هذه المسألة له أثر على جعل المصالحة أمرا ممكنا في هذه المرحلة أو جعلها أمر غير ممكن في مراحل مختلفة من الصعوب مكان الحديث عن مصالحة فلسطينية بعيدة عن العامل الخارج هذه المرة التي كان سلبيا بصورة واضحة قدر له أن المصالحات السابقة في الدوحة والقاهرة وصنع أمكة لم تعمر طويلا وكلها وقعت في خارج فلسطين الآن الفلسطينيون يعتقدون يتفائلون أنها وقعت في داخل أراضي الفلسطينية في غزة بدون تدخلات خارجية ربما تكون ناجحة هذه المرة وهذا ما نأمله لكن الواضح انقطاع الحبل السري بين حماس والإقليم المجاور لها مصر إيران سوريا هذا بالتأكيد سهم في عزة حماس إقليمين وجعلت تذهب باتجاه المصالحة أن الخيارات جدا صعبة وأزومة سلطة فلسطينية خياراتها الخارجية ومع إسرائيل والأمريكان وبعض الدول العربية المجاورة شبه حالة عزة وضغوط عليها جعلت الجانبين إلى حد بعيد يذهبين باتجاه بعضها البعض أي أن الخيارات الإقليمية لهم باتت بعيدة ومستبعدة وليس هناك ضوء في نهاية النفق مما دفعهما إلى محاولة الالتفات داخليا ويجراء استدارة كما نسميها اضطرارية إلى ملف الداخلي ما يعني أنه تم توظيف العامل الإقليمي السلبي هذه المرة إيجابيا إن صح التعبيب بلغة المتناقضات ولذلك يمكن حديث إذا طالما أن هناك تباعدا إقليميا عن الجانبين في هذه المرحلة الأقل يمكن حديث عن إمكانية هجاح المصالحة هنا يطرح يا نوع من الحديث السياسي ماذا لو حصلت انفراجة سياسية لدى أي من الجانبين أي أننا استفقنا صباح هذا اليوم على تسهيلة إسرائيلية مع السلطة الفلسطينية على تجاوب إسرائيل لمستبعد هذه المرة ووضع المفاوضات إطلاق صراح أسرط جميع استيطان هل يمكن أن يدير أبواز المصالحة مع حماس هذا وارد ماذا لو حصل لنوع تطورات سياسية في مصر والدعم الإيراني عادي لحماس من جديد هل يمكن أن نشهد إدارة هذا وارد وبالتالي يمكن أن نتحدث بشكل من الكوميد السوداء نأمل أن تبقى العلاقات الإقليمية إلى حد ما حاليا معطلة ثلاثة ما يتم ترتيب وضع الداخلي الفلسطيني أيه طيب أستاذ خليل أود أن أعود مرة أخرى إلى مسألة الهولوكوست تصريحات الرئيس أبو مازن فيما تعلق بالمحرقة يعني البعض يقول لماذا يجد الطرف الفلسطيني نفسه مضطر لتقديم أوراق اعتماد إضافية أولا ما علاقة الفلسطينيين بالهولوكوست سواء حصل سواء ما حصلش سواء كان أبشع جريمة أو مش أبشع جريمة هذا موضوع أصلا للفلسطينيين لا علاقة لهم به لماذا وجد أبو مازن نفسه مضطر للتصريح بهذا التصريح ويقول ما حدث لليهود في الهولوكوست هو أبشع جريمة عرفتها البشرية في العصر الحديث يعني لا أحد يعرف بالضبط يعني ما هو الدافع وراء مثل هذه التصريحات المجانية التي تلحق الضرر بالفلسطينيين وخصوصا أن الموضوع الفلسطيني يعبر بشكل أو بآخر عن أكبر ضحايا لم يعرها أي اهتمام هذه التصريحات التي صدرت عن الرئيس بل استخدامها ضد الرئيس عباس بما أخر الموضوع عن القضية الفلسطينية نشأ كنتيجة للهولوكوست والهولوكوست هو يعني ضحايا الهولوكوست ليسوا يهودا جميعا يقر بالمحرقة وبضحايا النازية وضحايا النازية كانوا من اليهود ومن المسيحيين ومن المسلمين وغير ذلك أنا أرجح بأن هناك قضية شخصية ربما تتعلق بالرئيس منذ تقديمه رسالة الدكتوراه عام 3 و8 في الاتحاد السوفيتي سابقا ووجهت إليه اتهامات غالبا من صحفيين ومسؤولين إسرائيل لم يطلعوا أصلا على رسالة الدكتوراه واعتبر الرئيس في ضوء ذلك بأنه ينكر المحرقة ربما هذا البعض الشخصي دفعه للتأكيد مرة أخرى على إقراره بحدوث المحرقة ولكن الردود الإسرائيلية كانت واضحة من خلال تصريحات ناتينياو الذي اعتبر أن حركة حماسية التي تنفذ محرقة بمعنى آخر فإن هذا هذا الخطاب الذي يقدم التنازل تل والتنازل أو يحاول أن يجد تكيفا في بعض المواقف يقابل إسرائيليا بمزيد من الضغط والإبتزاز لتقديم مزيد من التنازلات على مستوى الخطاب السياسي وعلى مستوى الممارسة السياسية الفلسطينية وهو بتقدير أمر ضار فلسطينيا ويجب الابتعاد عنه دكتور عدنان ما رأيك هل هذه التصريحات على الأقل من وجهة نظر حماس يمكن غض الطرف عنها في هذه المرحلة بإمكانك سؤال حماس عن ذلك لا لكن أظن أن رأيي أنا بالضبط أيوة شوف في هذه المرحلة بالذات هناك توجه أراه وأسمعه وأرقبه من قبل حماس بالابتعاد عن ما قد يوتر الأجواء بعدم الرد على كل تصريح قد يبدو مستفزا حتى لا نقع في دائرة خلافات جديد ونبث أجواء التشاوم الشعبية الداخلية لكن أيضا واضح أن تصريح أبو مازين اليوم واضح أنه أساء إليه أكثر من ما قدم عليه أشياء نجابية على اعتبار أن الفلسطينيين الضحايا الأساسيين للمحرقة النازية ضد اليهود الآن يمارس بحقهم محارق هولوكوست مضاعفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ولذلك منذ صباح اليوم هناك في الإعلام الإسرائيلي كما استمعت إليه طوال ساعات النهار حالة من تكثيف الحديث حول تصريحات أبو مازين وكلها كانت تدينه بأنه ينفذ محرك أخر ضد الإسرائيليين وكأن ذلك كما تفضلت لم يشفع له كثيرا النقطة الأساسية أن أبو مازين الآن يحاول كما يبدو أن يبقي شعرة معاوية مع الإسرائيليين كما قال بالأمس خطابه أن الإسرائيليين شركاء لنا لنستطيع الفكاك عنهم ولهذا هو يحاول قدر الإمكان أن يبقي خيط التواصل مع الإسرائيليين علّه يجد نوع من الرد الفعل الإسرائيلي الإيجابي تجاه موضوع المفاوضات لكن أظن واضح أن القطيعة تبتعد شيئا بين الجانبين وأن تصريحك هذا قد يسئل الرجل لو مازين أكثر ما يحسن إليه لن يجد نفعا في هذه المرحلة السياسية الحالجة التي تشهد تصعيدا إسرائيليا متلاحقا ضده وضد السلطة فلسطينية بشكل عام أستاذ خليل اللافت أيضا خلال اجتماعات المجلس المركزي الرئيس أبو مازين ألمح أو أشار إلى أنه يعني يرغب ربما وهناك نوع من الإجماع على جعل الانتخابات القادمة للمجلس التشريعي بمثابة يعني انتخابات برلمان برلمان دولة وليس برلمان للسلطة هل ما يعني كيف تنظر إلى هذه المسألة وإلى أي مدى يمكن أن تحدث أي فرق عملي إن هذه التصريحات هي نموذج عن حالة الارتباك التي تعيشها بعض أوساط القيادة الفلسطينية ففي حين أكد الرئيس وهو محق بأنه لا يمكن القبول باستمرار السلطة الفلسطينية على حالها أو القبول بالأمر الواقع القائم وأنه يجب الاستفادة من الاعتراف بفلسطين دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة إلا أنه كان قد أرسل قبل اجتماع المجلس المركزي وفدا لكي يناقش حركة حماس وبقية الفصائل على إعادة إعطاء الشرعية لمؤسسات السلطة الفلسطينية من خلال انتخابات رئاسية وتشريعية وتشكيل حكومة للسلطة الفلسطينية هذا التناقض الذي شهدناه أيضا في خدام اجتماعات المجلس المركزي بالتأكيد على جمع المتناقضات أي متجسيد الدولة الفلسطينية وفي نفس الوقت الاحتفال بالسلطة الفلسطينية يشير إلى أن الفلسطينيين شعرون بالمأزق لكنهم حتى الآن لم يتلمسوا استراتيجية واضحة تنقلهم من اللحظة التي يعيشون فيها الآن إلى اللحظة التي أو البوقف الذي يريدون أن يصلوا إليها بتقديري أن المطلوب هو وضع استراتيجية فلسطينية واضحة تستطيع أن تتخطى الشكل الراهن والوظائف والدور المنوط بل تحاول أن تكرس دور السلطة بصفتها وكيلا اقتصاديا وأمنيا وإداريا يطيل عمر الاحتلال المطلوب ليس التفكير بحل السلطة المطلوب عمليا هو التفكير بكيفية إعادة النظر في شكل وبنية ودور السلطة الفلسطينية مع إعادة الأتبار لدور منظمة التحرير ككيان تمثيلي وهذه عملية ليست عملية شكلية بل عملية جوهرية ستمس مجمل مؤسسات السلطة الفلسطينية ولكن بطريقة تخدم استمرار الكفاح الوطني الفلسطيني عندما لا يكون هناك حل وطني قريب لهذه القضية دكتور عدنان في أقل من دقيقة إذا سمحت لي كان هناك اتصال هاتفي على ما يردو بين الرئيس أبو مازن ووزير الخارجي الأمريكي جون كيري بحسب الجيروس الانبوست الرئيس أبو مازن قال في هذا الاتصال لكيري حكومة الوحدة بين فتح وحماس ستنبذ العنف وتعترف بدولة إسرائيل هل يمكن أن يقول أبو مازن شيء من هذا القبيل إذا لم تكن حماس بالفعل موافقة على هذه الأمور أقل من دقيقة أبو مازن يقول ذلك وأكثر وكما قلت في بداية اللقاء أبو حماس قد تغضي الطرف نسبيه عن كل ما يقال إعلاميا رغبة منها بتمرير هذه المصالحة حتى النهاية تمت على فقط موضوع الانتخابات السلطة أو دولة ووضحنا لك فلسطينيين دخلنا في نفق اسمه سلطة فلسطينية وهذه السلطة التي كان يفترض أن تكون مشروع بناء دولة تحول إلى عبع القضية الفلسطينية دخلت فيها فتح في النفق حتى النهاية حماس تبعت من موضوع الانتخابات والسلطة والآن الكل يدفع هذا الدخول في نفق اسمه سلطة فلسطينية تحولت بين ليلة واخرى إلى خادم للاحتلال الإسرائيلي إداريا وأمنيا وسياسيا وسلطويا وحولت احتلال الإسرائيلي إلى أرخص احتلال كلفة على مستوى العالم اسمه احتلال سوبر دي لوكس شكرا جزيلا لك الدكتور عدنان أبو عامر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة كان معنا من غزة شكرا لضيفي من رام الله الكاتب والباهد السياسي الأستاذ خليل شهيد